لا تتوقف إيران عن محاولاتها إثارة القلاقل في العراق وخلط الأوراق لإنهاء التظاهرات الشعبية التي تعدها طهران تهديدا خطيرا على وجود وتمدد أذرعها السياسية والعسكرية في المنطقة فكان إخراج القوات الأجنبية من العراق أحد العناوين التي تبنتها طهران عبر وكلائها لتعميق وجودها مستفيدة من مقتل سليماني والمهندس قرب مطار بغداد مطلع الشهر الماضي ورغم أن إيران اكتفت بإطلاق عدد من الصواريخ على قاعدة عين الأسد غربي العراق ردا على مقتل أبرز قياداتها العسكرية إلا أنها أوكلت مهمة مضايقة القوات الأمريكية للميليشيات الموالية لها متنازلة عن تهديداتها السابقة بتنفيذ ما وصفته بالرد المزلزل على مقتل سليماني ميليشيا النجباء أعلنت بدء ما سمته عمليات الشهيد جمال للرد على القوات الأمريكية في العراق عسكريا في إشارة إلى الإسم الحقيقي لأبو مهدي المهندس الذي قتل رفقة سليماني ويبدو أن إيران قد وضعت الميليشيات الموالية لها في وجه المدفع بعد تصريح وزير خارجيتها محمد جواب ضريف الذي قال إن العراق ليس بحاجة للحصول على موافقة طهران للرد على مقتل المهندس وهو إشارة خضراء للميليشيات للتحرك من جديد كما يرى متابعون أما الإدارة الأمريكية فقد اتهمت إيران على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بأنها تستغل الشباب العراقي واللبناني لتحقيق مصالحها في المنطقة بينما صرح السيناتور الجمهوري لينتسي جراهام بأن حل أزمات العراق وسوريا ولبنان مرتبط بإنهاء دور إيران في تلك الدول ووفقا لمتابعين فإن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن ضرورة كبح نفوذ إيران في المنطقة قد تكون تمهيدا لضربة عسكرية قادمة تضعف نفوذ إيران إلى حد كبير خارج أراضيها في مقابل تثبيت نفوذ واشنطن وحلفائها في المنطقة لكن ما يخشاه العراقيون أن تكون دماؤهم الثمن لهذه الضربات